موسيقى بجيب ورقة كنسون أبيض بمقاس 40 فاربعين وبعملها بطويها بحيث ان هي تطلع اربع مربعات بيجي على نص من النصين وبقسمه الى مربعين بحدده بالقلم الرصاص وبعدين بقصه بالمص بعد كده باجي اعمل الجدار بتاع القوضة عملت جزئين جزء عملته بالألوان المائية الجزء الثاني لزقته بورق لاصق مرسوم بحاولة يعني ازبط الألوان مع بعضها يعني اللي بيجي يكون مع بنيات واصفر واخضر بعدين بجيب القادة اللي انا هفرش عليها شوولي بعد كده بقسمها على شكل مسلس بطويها على شكل مسلس بجيب ورقة على قد بجيب القادة اللي انا هفرش عليها شوولي وبلزق عليها مشمع لاصق يكون لونه زي لون برقيه الارضيه بحاول ان انا افرده كويس بحاجة تكون ناشفة وبعدين بقسمها نصين على شكل مسلس بحط الخط اللي انا عملته هنا على الخط اللي تحت وبعدين بلزقها بلزق المربعين الاول فوق بعض وبعدين بلزق الاعداء بتاعتي اللي هي اللي عاملة زي برقيه الارضيه باجي على جنب من الجنبين باخد له مقاس ورقة من الكرتون وبعدين بلزقها وبعدين بقفلها على بعضها بحيث ان هي تاخد شكل المطوية ده من اول مقاس عندنا ومقاس الكنبة عرضها حوالي 13 وطولها 19 مقسمة ل 2.5 و 1.5 9 سنتي 3.5 و 2 3.5 سنتي بنيجي على الجزء اللي هو 9 سنتي باخد واحد من الجنب ده 1 سنتي من الجنب ده 1 سنتي من الجنب ده و بعملهم بالقطر وبعدين بقص الشكل بتاعي وبتني الورقة بتاعتي لحد ما توصل عند الكنين سنتي مش بحطها على الكنين سنتي بحطها لحد الخط الاولاني من عندها وبعدين بتاني عنده كل خط من قدام وارجع بتاني الورقة باجي عند الجزء اللي هو 1.5 سنتي بابريزه بحيث ان ده هيبقى ضهر الكنبة ده ضهر الكنبة والجزء التحتان اللي هو 2 سنتي ده باتني لورا بيبقى هردية الكنبة واللي احنا قطعناهم ليه الصنتي من الجنب ده والصنتي من الجنب ده بتبقى ايد الكنبة بلزق الاول الدهر بتاع الكنبة وبعدين بلزق الاعداء بتاعيتها بقل بالشكل عادي بحيث ان يبقى ساهل معي وأنا بلزق كده ارضية الكنبات لذقت بعمل شباكين. الشباك اه اتنين سنتي في اه هما مقاسين. اتنين سنتي في اه ستة واتنين سنتي في سبعة. بعملها زي مسلسات. عشان تظهر كأنها اه شغل اربسك. بعملها بعملها الاول اه باللون اه بني. انا استخدمت هنا البني الفاتح مش البني الغامق. وبعدين اللون البصلي. وبعدين بلون اه من جوة باللون الاصفر بحيس ان يزهر كأن فيه اه ضوء في قلب في قلب البيت. بلزق الشباكين جنب اه الكنبة. واحد فوق واحد تحت. ده مقاس اه الترابيزة اللي هتبقى تحت التلفزيون. اه عبارة عن اه عرض خمستاشر وطول سبعتاشر مقسمة الى واحد واربعة 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 واربعة. باجي عند المستطيل التاني اللي بعد اه اه الواحد سنتي من جهة الواحد سنتي. اه وبقسمه الى اه اه ضلفتين واثنين دورجين. باخد تلاتة سنتي من هنا وتلاتة سنتي من هنا. ده اللي هو الضلفتين. وبالنسبة للدورجين باخد بنصفهم واعملهم اتنين. وبعدين اه بلون الجزء اللي بعد الواحد سنتي اللي هو المستطيل الاولاني باللون بوني غامل. اه بعمل اه خط داخلي اللي اه اتنين الدلفتين و اه اه الدورجين بحيس ان انا بعد كده هلونهم بلون اه بوني فاتح اللي هو الخط الداخلي والارضية بلونها بلون اه بصلي. وبعدين اه بعمل دايرة كأنها المقبض بتاع الضلفتين والدورجين. باجي اقص. وبعدين اه عند كل خط انا باتني لقدام وبرجع ادني لور. وبعدين بلزق عند اه اللي هو الواحد سنتي. وبعدين اه بلزق عند الواحد سنتي. وبالزق اه اه البتاع التربيزة اللي هي تحت التلفزيون بلزقها جنب الكنب. وبالزق التلفزيون. التلفزيون عبارة عن قطعة مستطيلة. ورقة اه سمراء. وبعدين دي زجاد عملتها عبارة عن مسلسات. لونها اه اه اصفر في بوني. بعمل خطوط داير راحة جاية. تديني شكل المسلسات. خطوط بالعرض وخطوط بالطول. وبعدين بجرب بقى الشكل مع جزئين او انين اللي احنا عملناهم. وبطويها وبحطها في قلب اه الكتاب. ويبقى كده دا الجزء الرابع. لسا ان جزء واحد اللي هو جزء المطبخ. ويبقى احنا كده خلصنا اه الكتاب. يارم بي اغم قول فيديو. ترجمة نانسي قنقر